اشتركوا في القناة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله وإيقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا إذن يا أحبابي أركان الإسلام خمسة الركن الأول الشهادتان الركن الثاني إيقام الصلاة الركن الثالث إيتاء الزكاة الركن الرابع صوم رمضان الركن الخامس حج البيت من استطاع إليه سبيلا الركن الأول من أركان الإسلام الشهادتان فنقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هي مفتاح الدخول إلى الإسلام ترتاح نفسي حين أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله هيا لنقل معا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أحسنتم الركن الثاني من أركان الإسلام يا أحبابي هو إيقام الصلاة وقد فرض الله على المسلمين خمس سلوات كل يوم وهي صلاة الفجر صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء أنا أحب صلاة وأحافظ عليها في وقتها والركن الثالث من أركان الإسلام هو إيتاء الزكاة والزكاة يا أحبابي هي حق للفقراء في مال الأغنياء فرضها الله على المسلمين وأجرها عظيم وفيها تطهير للنفس وبركة في المال أنا أحب مساعدة المحتاجين والفقراء ويفرح قلبي لفرحهم وأنتم هل تساعدون الفقراء حولكم؟ والركن الرابع من أركان الإسلام هو صوم رمضان وشهر رمضان شهر مبارك أنزل فيه القرآن يصومه المسلمون في كل عام وقد فرض الله صيامه على المسلمين فيمتنعون عن تناول الطعام والشراب من آذان الفجر إلى آذان المغرب أنا طفل مسلم أصوم رمضان وأقرأ القرآن وأنتم يا أصحابي بالطبع تصومون مثلي أليس كذلك؟ والركن الخامس من أركان الإسلام هو حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا وقد فرض الله الحج على المسلم والحج المبرور جزاؤه الجنة والآن يا أحبابي لنتذكر معا ما تعلمناه عن أركان الإسلام أركان الإسلام خمسة الركن الأول الشهادة الركن الثاني إيقام الصلاة الركن الثالث إيطاء الزكاة الركن الرابع صوم رمضان الركن الخامس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا الركن الخامس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا